فمن كانت الدرجة 100 ومن جهة طبقة شينطيني راسب فشنو الخطأ الموجودة هنا يعني زين إذا سويت 101 يا ترى وقلت لتعال طبق هم نفس الحالة خلي نشوف 99 شينطيني راسب زين أوكي إذا يعني واستمرين استمرين إلى آخره شنو الخطأ اللي صار أوكي هذا السؤال لكم وانتظر جواب منكم أوكي نكمل فيما يلي جدول بالمعاملات الشرطية المستخدمة في جمال الشرطة طلاب الرمز المساوات الموجودة هنا هذا الرمز اللي هو المساوات إذا كانت القيم شبيها متساوية أما إذا كان الرمز أقل من شينو معناته شوكيته كتبة أو شوكيته تستخدمه إذا كانت القيمة على اليسار أقل من القيمة على يمين الإشارة إذا كان أصغر ويساوي فهنانا إذا كانت القيمة على اليسار أقل أو تساوي القيمة على اليمين أما إذا كانت إهنانا أكبر من فإذا معناته القيمة على اليسار أكبر من من القيمة على اليمين يمين الإشارة أوكي إهنانا معناته اللا مساوات واللا مساوات إذا كانت القيمتين شبيهم غير متساوية طبعا طلاب هاي ترى مهمة تيجي ملافراغات تيجي صح وخطأ ملتي تشويسيز فهاي كلها مهمات وأيضا من غير تطبيقها الداخل للبرامج عند كتابة البرامج الشرط المركب وأيضا من الشغلات المهمة جدا أوكي من جملتين شرط يمكن أن يحتوي على أحدى التعابير التالي أول تعبير اللي هو الانت دعنا نسميه عندما تكون جملتين شرط صحيحتان وتكون النتيجة إذا إيش صحيحة يعني كأنه أداة ربط صارت هنا أوكي أداة ربط ذهب إلى المدرسة فأخذ إيش وأخذ حقيبته أو عندما تكون أي من جملتين شرط صحيحة تكون النتيجة إيش صحيحة يعني واحدة من الجمال اللي قال لي منطيها أنا منطي جملتين واحدة من عندهم غلط والثانية صحيحة بما أنه أي وحدة أي من جملتين شرط صحيحة وما دام مربوطات بالأور فإذا النتيجة شرح تكون صح نط عندما تكون جملتين الشرط خطأ النتيجة إيش صح يعني إذا موجود بالبرنامج ربطت إيش بالشرط نط والجملتين ربطتهم أثنين خطأ بس النتيجة الشرحة ستصير صحيحة الأكس أور عندما تكون أحدى جملتين الشرط صحيحة تكون النتيجة صح وذا كانت جملتين الشرط صحيحة أو جملتين الشرط خطأ النتيجة شبيها خطأ من أجي أربط بالأداة أكس أور شنو نتيجتها هاي أكس أور إذا طبعاً دا أربط جملتين فإذا كانت واحدة من الجمل خطأ فإذا النتيجة صح إذا كانت الجمل وذا ربطت بالأكس أور جملتين صحيحة أو ربطت بالأكس أور جملتين خطأ معناته إيش النتيجة شرح تكون بشكل عام خاطئ رح نحاول نحل هذا المثال طبعاً طلاب وهم نتذكر وهذا الحجيناه من الفصل الأول هنا المادة أوكي يجوز باللغة العربية لكن الأسئلة بيما تجي باللغة الإنجليزية أوكي الأسئلة والأمثلة والموتي تشويسيز والتروان طولس إلى آخر يكون تجي باللغة الإنجليزية مثال ستة المطلوب عمل برنامج لحساب رقم رينول بالاعتماد على إدخال قيم الكثافة والسرعة والقطر واللزوجة خلي على كيف نعيد قراته إيش داي يقول لك داي يقول لك أوكي أنت عندك سوي لي برنامج هذا البرنامج اللي أيدك السوي تشتغل إلي عمل برنامج لحساب رقم رينول بالاعتماد على إدخال إذن عندي هنا إدخال قيم هاي القيم اللي أتحد أدخلها هي كثافة أوكي القيم اللي هندخلها بس ثواني خلي نختار غير اللون القيم عندك أول شيء الكثافة أيضا عندك السرعة عندك القطر وآخر قيمة راح ندخلها راح تكون اللي هي اللي زوجة هاي القيم الغرض من عدها إدخالها واستخدام رقم رينول للمعرفة حالة الجريان لأن أنا بشكل آم عندي نوعين من أنواع الجريان اللي هو الإنسيابي وأيضا عندك اللي هو أيش يعتبر يعني المضطرب أوكي المضطرب هوجد يقول لك حسب الشرط أنا شون عرفت هوجد يقول لي هوجد يقول لي أوكي إذا علمت إنه كان رقم رينولت شبيه دوت نمبر من قلي أصغر من ألفين أنا إذا من هذا عرفت إنه عبارة هنا نهجمال شرط ومنطينا الشرط الثاني قلي إذا كان مضطرب إيش وقت حيكون مضطرب حيكون مضطرب إذا كان رقم رينولت أكبر أو يساوي نجقة ألفين من شفت هذا الشي افتهمت إنه إذن هذا هو عبارة عن إيش عبارة عن إنه فصل الرابع اللي هو دو يعني الشرط نجي نسوي الديزاين أوكي نشتغل الديزاين نفتح البرنامج أنا أحتاج أنا أحتاج كثافة سرعة قطر للزوجة فبالتالي أحتاج إذن إيش أربعة تيكست واحد مين طبعا نطبق عليهم البروبرتيز وإلى آخره بس يعني هسا حنا فقط للسرعة بعدين هسا حنشوفكم الترتيب النهائي شوان يصير هذا خلصنا شاحتاج أحتاج أنا هسا هنان كماند لعمليات التنفيذ هذا هو الكماند هو هنان أنا مثلا شريب هنان الفلو تايب ديري من عندي بس ونجي ننتبه على المثال هل هو قل لي أنه أنت الثنين طلع لي مثلا انسيابي ومضطرب لا هو نضي واحد من عدهم فبالتالي إذن عمليات التقراج ممكن يعني هي فقط ديريدها مكان واحد ممكن تكون تاكست وممكن إيش تكون لابل بس قبل ما أخليها أحنا قلنا أهم نقطة لازم نعرف أرقام تيكس الاندي الكوماند الاندي اللايبل الاندي نرجع وإحنا من أهم الشغلات لازم أرتب التصميم ماضي حتى يكون يجدل فهنان إذن حتى أفهم لللي دايستخدم إنه هذا أول واحد هو الكثافة فإذن لازم شخلي له هخلي لايبل من خليت للايبل طلاب الأعزاء أجل مباشرة هنا أكتب مالت التنسيتي أوكي طبعا أكيد مثل ما قلنا هنا نقدر من خلال هذا الخط إذن نعيدها يكون سعب سوى القصد نكبر هنا ونروح على الالايمنت هنا نخلي بالسنتر أوكي طلاب الأعزاء هنا هذا المفروض شو سيمثل سرعة أوكي أهم نفس الحالة راح أجيب للايبل سيمثل السرعة أوكي بس طلاب هرجع وأقولكم أنت أهم نقطة من تجي تريد تشتغل على أساس لازم تعرف أن أنت تسوي جيد للشي تشتغل لأن أنت هذا ستتعلم بحياتك مقصد هي دراسة فقط وإنما حياتك بشكل عام أنت تريد ترتبها أوكي بالنسبة لهذا سيكون هنا سيكون بالنسبة القطر فأجي بالنسبة أيضا هنا سيكون وأيضا سأروح بالنسبة لكابشن حتى نغير التسمية مالت فالكابشن هنا سيكون داياميتر أوكي أختصر بس يعني تختصارات يعني تواقف وبعدين آخر واحد اللي هو اللزوجة وأيضا أحتاج لابل سيكون هنا اللزوجة أوكي كمختصارات نكتبها هسا أحتاج هنا لابل خامس هذا لابل الخامس لهذا أتعملت أتأخر بي حيكون هو النتيجة حتى أذكر بالضبط هو جغل رقمك هسا المفروض آني وين حروح حروح على على مود أبدي بكتابة الكود الموجود هنا طبعا القانون لازم نكون حافظي بالنسبة له قانون رينولت فقانون رينولت هو شي يساوي إليه تيكست وون أوكي تيكست وون اللي هو هنان طلابي شي مثل تيكست وون حسب اللي أحنا كتبناه حسب الترتيب معلتنا هو الكثافة راح ينظر في السرعة ينظر في القطر ويقسم على زوجة فإذا إهنان فتكست وون مضروبا في تكست و أوكي مضروبا في تكست تري مخسوما على تكست مخسوما على ايش تكست أوكي هذا كملنا احنا القانون بالنسبة إن الأول هس نبدأ بالشروط لأنه هو بنطين بالسؤال الشرطين الشرط الأول إذا كان رقم رينولد اللي هو هس حسنا نكتب اش به هذا رقم رينولد أصغر من الفين أوكي ذين شا حي سوي اذهب طبعا حسب الليبل الموجود عندي عندي بالنسبة إلي هو رقم خمسة اذهب إلى لابل فايف أوكي اذهب إلى لابل فايف وخرج لي الشي اللي كتبنا اللي هو طبعا بس هنا يفضل دوت كابشن أوكي دوت كابشن شي ساوي نه تو كتيشن ش رح يكون لمينار أوكي اختصارات اما اذا ما اتحقق هنا بما انه بس شرطين عندي فراح اختار مباشرة الصيغة يا صيغة يا صيغة يا طلاب الحلوين اللي هي الثاني اللي هو صغة ال ايضا هنا ايش رح يكون عندي حيكون اللي هو اللي اللي فايف يعني ايضا رح اخرج بل بس هالم رح رح يكون بال اللي فايف في حالة انه هيكون ايش ونيجي هس نطبق بس هو هل يا طلاب خلص لا هو ما خلص لان المفروض لازم اتحق لازم اخلي ايند ايه اوكي فمن نيجي نطبق مثلا هنا ثلاثة خمسة ثلاثة ستة مباشرة نطبق القيمة اللي هي ايش انه هذا انسيابي حسب الارقام اللي انا دخلت فاذا النتيجة كان انه يعني الماء انسيابية الماء هو ايش انسيابي وبسيط طبعا نشوف حشوفكم اذا انا يعني كالصيغة الانسيابية اللي اريد اسويها لننفرض من اجه السهنانة ارتبها اضيف مثلا الحجم اغير الانوان طلاب العملية الفنشي مهمة جدا هي مراح تأثر بس هسة كانتو كطالب لا راح تعلمك انت كشخص الترتيب طلاب العزاء ارجو منكم قراءة المحاضرة جيدة وارجو منكم مشاهدة الفيديوهات التوضيحية طلاب نعلم ان من الصعب التطبيق العملي لعدم وجود حاسبات لدى بعض الطلبة وعدم وجود البرنامج على الموبايلات اوكي خلينها على صفحة هالحجار بس طلاب عندكم امتحانات نظرية عندكم ايش امتحان نظري ومراح مستحيل راح يجي السؤال او جميع الاسئلة من داخل المحاضرات طلابي ماكو فاتش اسمه بيور ماكو مئة بالمئة من داخل محاضرات طلاب فبالتالي لازم تفهم انا شون دا اشتغل فمن يجيك سؤال شبيه قريب من عنده حتى تعرف انت شون تبرمج احنا سمدن نقول لك الا تطبق بس اوكي انت مرات من خلال ما تك تقدر تطبق هس انا ما تاعد من عندك مئة بالمئة بس اكيد لازم تعرف شون تشتغل ان شاء الله يكون الجميع بخير ونشوف كم ان شاء الله المحاضرة الجاية اشتغل